تعالوا مع بعض موشي نيك كرام نأخذ جولة إخبارية في أهم الأخبار لصدر صحف هذا اليوم وأول خبر معنا بعنوان الارتقاب البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر وآخر تطورات صير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملبساته وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووجه الرئيس باستمرار جهوده للارتقاب البنية التحتية وأيضا ضمان توفير صيانتها المستمرة سواء في مشروعات الصرف الصحي أو شبكة الطرق القومية والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الأمنة وذلك بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة ولائقة لأبناء الشعب المصري العظيم مرة أخرى خالص التعازي لكل ضحايا هذا الحادث الأليم نحسبه عند الله شهداء ربنا يا رب يتغمدهم بواسع رحمة يسكنوا في سيحة جناتي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين بمشيئة الرحمن ترجمة نانسي قنقر